اليمن يعيش أسوأ الانتهاكات في العالم اليوم هكذا يقول المدير التنفيذي لنجلة الإنقاذ الدولية ديفيت ميل البان مؤكدا أن الأوضاع المأساوية في اليمن قد تحوله إلى أفغانستان القرن الحادي والعشرين بالقرب من ذلك يأتي تصريح لوزير التخطيط والتعاون الدولي محمد السعدي يشير إلى أن حجم الأضرار والخسائر التي سيتحملها الاقتصاد والمجتمع جراء الحرب التي فرضتها ميليشة الحوثي الإنقلابية على اليمنيين بلغت مئة مليار الدولار وليس ببعيد عن ذلك المبلغ الذي أفضى إليه مؤتمر الاستجابة الإنسانية الذي نظمته الأمم المتحدة في جينيف وقدره أكثر من مليار دولار لدعم الاستجابة الإنسانية في اليمن يتحدث الجميع عن تضاعف مأساة اليمنين مع استمرار الحرب ووصول سعر صرف الريال إلى مستويات قياسية جديدة لم يصلها من قبل تعمل السعودية على دعم حكومة الشرعية أو هذا ما تعلن عنه لكن رغم الإعلان المتكرر عن الدعم السعودي للاقتصاد اليمنين إلا أنها وبحسب مراقبين لا تزال معالجات طارئة أمام الضربات الموجعة التي أصابت الاقتصاد اليمني فالحوثيون حولوا اقتصاد الدولة إلى سوق سوداء بعد الضربة القاسمة التي تلقاها البنك المركزي بنهب الاحتياطي النقدي واحتكار موارده وموارد القطاع الخاص أيضا غير أن ما هو أسوأ من ذلك فشل التحالف أو محاولات إفشال الحكومة الشرعية بعددا من الملفات الاقتصادية أبرزها ترحيل العمالة والسيطرة على المنافذ الجوية والبحرية وتحديدا الموانئة النفطية ومنع تصدير النفط اليمني للخارج تسجل الشرعية فشلا ذريعا في إدارة الملف الاقتصادي وربما بات شبه إجماع من اليمنين أنه لا رهان على ما وصف بنخب الخلاص الفردي في اليمن التي أفرزتها الحرب سواء في جانب الشرعية أو الميليشيا فجميعها تتفق على استثمار الحرب وإن اختلفت مواقعها رحلة عصية يمضي بها اليمنين في عامهم الرابع من الحرب وتضيق ممكنات العيش أمامهم وبالمقابل لا خارطة لإنهاء النزاع ولا أفق خصوصا بعد ترهل العمل العسكري وانكشاف نواية التحالف على حصر المشكلة اليمنية في مربعها الجغرافي دون حسم واضح لتظل البلاد في حالة حرب دائمة وتدهور مستمر للأوضاع الإنسانية والاقتصادية